اشتركوا في القناة 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 في اصابات كتير في النادي النادي الاهلي اليو ديانج مروان عطية ما كانش موجود في المباراة كهرباء ما كانش موجود ما سافرش مع الاهلي يعني محمد الشناوي رغم ان مصطفى شوبر تقلق يعني وعمل مباراة مميزة ومشاء الله مصطفى شوبر بيثبت انه حارس جدير بحراسة مرمى النادي الاهلي بعيدا بقى عن والده واسمه والده لكن مصطفى بشخصه بنفسه في كل مباراة بيثبت لا ان هو حارس مميز يستحق ان يكون حارس مرمى النادي الاهلي ويمكن هو كان افضل لاعب في مباراة مدياما ومطلع كورتين تلاتة كانوا خطر جدا لفريق مدياما ومباراة كانت متوسطة المستوى وما فهاش يعني فرص كتير يعني زي ما بقول الاهلي كان بيلعب مش عايز اقول لعب تجاري على قد المطش ولكن كان مقفل الملعب كويس طبعا هناك برضو مش مبررات لكن لازم حنقول ان في الحرارة الجوة عالية شوية فريق مدياما من الفرق برضو يعني الجديدة في بطول الدوري ابطال افريقيا كان فريق مدياما عايز يكسب المباراة دي عشان يصعد شفنا طبعا تشكيلة الاهلي في المباراة بدأ بمصطفى شبير كولر بدأ بمصطفى شبير وعلي معلول ومحمد هاني ناحية الشمال واليمين محمد عبد المنع وياسر إبراهيم ده التشكيل اللي احنا توقعناه في نص الملعب عمر السلية وكريم ندفد وإمام عشور برضو السلاسة اللي احنا توقعناهم والسلاسة الأمامة برضو حسين الشحات وبرسي تاو ومودست أنتوني مودست التلاتة اللي احنا برضو توقعناهم بعدين حصل تغييرات نزل وسامة أبو علي مكان مودست ونزل رامي ربيع مكان إمام عشور أكرم توفيق مكان ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم أصيب ريدا صليم نزل ربع ساعة مكان حسين الشحات في الديئة 75 وفي الآخر كريم فؤاد في الديئة 84 نزل مكان بيرستا والأهلي قدر يخطف هدف عن طريق حسين الشحات بأسست من أنتوني مودست جات جزا فرصة عن نادي الأهلي ولكن تعامل معها كويس قوي مصطفى شوبير وسامة أبو علي على فكرة نزل مش فترة كبيرة نزل حوالي يعني نقدر نقول 25 26 دقيقة لكن مهاجم تحس فيه بريحة الخطورة عنده سرعات كورته كويسة المباراة ما كانتش مساعدان هو يعني يلعب كتير على المرمى لكن مهاجم صغير في السن طويل جسمه مميز كورته كويسة يعني مع المتشاط حييجي ودي أول مشاركة ليه معناه للأهلي إنه الفترة اللي فاتت كان مصاب فنقدر نقول أن يعني وسامة أبو علي إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة القادمة مباراة مش حلوة مباراة الأهلي ومديامة عشان بس إيه ما نتحكش عليكم نقولكم ده الأهلي كسب وعمل لا الأهلي لعب على قد المتش والأهلي مستوى في الفترة الحالية دلوقتي مش حيزيد عن كده لغاية ما يبدأ الأهلي يلعب متشاط تاني والفرقة تنسجم مرة أخرى إن طبعا فترة توقف الدوري كانت فترة طويلة فترة عدم لعب الأهلي ماتشاط في الدوري كانت فترة طويلة زي ما كنا بنتكلم إن الأهلي لعب ماتشاط آخر ماتش لعبه في شهر ما في شهر ديسمبر في شهر 12 بعدين رح لعب كسعالم أندية وبعدين رح لعب سوبر مصري وبعدين ما لعبش بقى من ساعيتها ماتشاط من آخر حلقة كانت 28-12 كانت مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر، وبعدين الاهلي بقى خلاص ملعبش مطشط فيحنا هو في فبراير الاهلي لعب مطشين مطش مع الشباب بلوزداد والاداء برضو ما كانش مميز مطش ميديا بس الاهلي في الاخر عمل المطلوب منه وانه يصعد من المجموعة ولسه ناقص تكية صغيرة اللي هي هتكون في المباراة اللي جاية الاهلي وينج افريكنز ان الاهلي ياخد المركز الاول طب هتقولولي عم كريم ليه ياخد المركز الاول هقولوك وان اللي بياخد المركز الاول بيلعب مباراة العودة على ملعبه في دور التمانية يعني احنا نشوف الاهلي هيلعب مع مين في دور التمانية هيلعب مع تواني المجموعات الاخرى فميزة ان الاهلي يكسب او يبقى متصدر مجموعته ان هو في دور التمانية هيلعب مطش العودة على ملعبه ودي بتبقى ميزة للفرق طبعا اللي بتتنافس فيه دوري ابطال افريق دي طبعا لقطات عودة بأسة النادي الاهلي من غانا بعد رحلة كانت صعبة شوية بسبب طبعا المشكلة اللي حصلت في الطيارة وكانت خارجة عن ارادة يعني حتى مصر الطيران حجم المطار هناك في اقرة طبعا كلنا ساعتها كنا على الهواء وكناتكلمنا في الموضوع ان فيه عربية خدمات خبطت في طيارة الاهلي وهي وقفة في مطار اقرة فاخدت وقته عبالما الطيارة تصلحت وبعدين سافروا راحوا فندق بأسة النادي الاهلي وبعدين سافروا تاني يوم اللي كان يوم اللي هو اليوم الخميس يعني قبل المباراة بيوم الى كماسي والحمد لله اللعب والمباراة والاهلي قدل مطلوب منه وقدر يفوز بالمباراة والحمد لله كمان ان ما فيش اصابات في بعسة النادي الاهلي والفريق رجع بشكل مميز دايما انا لا بتكلم في الكلام ده يعني تليني بشجع الاهلي بشجع الزمالك بشجع البيراميدز بشجع فيوتشر في المطشاط الافريقية عشان ما حدش يقول لك كريمي عم عمالي يقول الاهلي والحمد لله انه مطشاط افريقيا بنشجع الاهلي وبنشجع الزمالك وبنشجع البيراميدز وبنشجع موفيوتر ولو المصري بيلعب بنشجع المصري ولو الاسماعيلي بيلعب بنشجع الاسماعيلي غير مطشاط الدوري جوه مصر يعني فيه حيادية لكن لما فرقه بتلعب خارج مصر سواء منتخب او نادي اكيد بنشجع فبالاخر يعني خلصت القصة الاهلي ادى المطلوب منه فيه مباراة مديامة مستوى ما كانش عالي مستوى كان متوسط الاهلي ما اظهرش قوته الحقيقية لأسباب كتيرة زي ما قلتلكم من شوية التوقفات البعد عن المطشاط الرسمية الاصابات الغيابات في فرقة الاهلي فالمهم قدر الاهلي بالامكانيات المتاحة في الفترة الحالية وبالمستوى المتاح في الفترة حالية انه هو يتخطى مديامة ويكسب ويسجل هدف عن طريح سين الشحات ويقدر يحافظ على هدف من خلال طبعا مصطفى شبير وخط دفاع ونص ملعب النادي الاهلي لكن نقدر نحكم على مستوى الاهلي دلوقتي لا لسه مع المطشاط نبدأ نتكلم فيه المستوى خلال الفترة القادمة خليني اقولكوا شوية اخبار كده من الاهلي يعني احنا بدأنا بالاهلي وبعد كده هقولكوا هكمل مع بعض الاخبار فيه حصل اتفاق من ادارة النادي الاهلي ما بينهم ومن بعض ولجنة الكورة في النادي الاهلي ان مودست او اللجنة الفنية انتوني مودست ده الموسم الاخير بالنسبة له مع النادي الاهلي خلاص قضية الامر ادارة الاهلي كلمت خلال الفترة اللي فاتت القصيارة يعني يومين ثلاثة اللي فاتوا كانوا كل شوية استنوا عايزين يشوفوا مستوى مودست هل بيتطور هل بيتقدم مستوى بيتحسن لكن خلاص اصبح فيه قناع داخل النادي الاهلي من ادارة الاهلي واللجنة الفنية بعيدا عن كولر كولر عايز اكيد هيكون عايز مودست يكمل بس خلاص الاهلي خد قرار ان انتوني مودست ده اخر موسم بالنسبة له مع النادي الاهلي مش هيتم التجديد ليه هيكمل الموسم ده مع النادي الاهلي وبعد كده الاهلي هيشكره ومش هيكون موجود في النادي الاهلي اخده على الثاني هو انا بقولكو هو كانت محصل شحة بقولكو انتوني مودست ده الموسم الاخير بالنسبة له في النادي الاهلي كهرباء اليومين ثلاثة اللي فاتوا كان ملتزم جدا بتدريبات المستبعدين طبعا انتوا عارفين الفترة اللي فاتت كان كهرباء فرح اخته وكان متواجد وما راحش المطش مع النادي الاهلي ما سافرش مع غانا وكان بعض شوية الانتقادات بعض بتي انتقد انا قلتلكو هنا حتى هو كبني ادم كاخ عايز يكون مع اخته في ليلة فرحة ويعني اليوم ده ما بيجيش مرة غير كده ان الفترة اللي فاتت برضه كان كولر ما بيديش كهرباء فرص مشاركة كان بيعتمد على مودست ازاي ما شوفنا في ماتش شاف بلوز يعني مش دي قصة مهم كهرباء اليومين ثلاثة اللي فاتوا كان فيه حوالي ثلاث تدريبات للعيبة اللي ما سافرتش مع النادي الاهلي الى غانا التزم بيهم وكان موجود في المواعيد وحتى فيه تدريبة كانت الساعة تسعة الصبح وكان هو فرح اخته خلصان الساعة خمسة الفجر خلص الفرح وراح راح حضر التدريب واتمرن ويعني ما فيش مشكلة فالراجل كهرباء ملتزم يعني زي ما تقول لي مش عايز كولر يمسك عليه اي حاجة الراجل ملتزم بالتدريبات عشان بعد عودة النادي الاهلي خلي بالكوا الفترة الجاية كل لعبة الاهلي هتلعب ان الاهلي هايبع عنده مطش كل تلت ايام سواء في الدوري او في افريقيا او في كاس مصر فحيبقى كل تلت ايام الاهلي عنده مطش هيبدأ من يوم التلاتة اللي جايب مطش بلدية المحل الاهلي كمان هو اقل فريق لعب مطشات في الدوري المصر لعب ستة مطشات فقط فيه فرق لعبها 13 مطر فالفترة اللي جاية كل 3 ايام هتلاقي الاهلي بيلعب مباراة في الدوري في افريقيا في كاس مصر في الدوري فعنده جدول مزدحم خلال الفترة وده لازم يحصل عشان نكمل الدوري والدوري يخلص ويبقى حتى الفترة الجاية فيه تكافؤ فرص خلاص لازم تضغط مطشاط الدوري عشان عدد مطشاطه تقرب من مطشاط بقية الفرق في بطولة الدوري المصر طيب خلينا اتكلم على بيراميدز من مازينبي الكنغولي 3 صفر طيب عايز اقولكو حاجة يعني بيراميدز كنادي او كفريق ظهر من خمس سنين قدر يوصل بسرعة للمنافسة على البطولات المحلية والقرية يعني ايه الكلام ده يعني مفيش فرقة بتظهر بسرعة كده في الساحة بتقدر توصل اللي بيراميدز وصلله ايه اللي وصل لبيراميدز بيراميدز وصل لنهاء الكاس مرتين خد تاني الدوري مرتين ايه وصل لنهاء الكومفيدرالية مرتين ومرة اللي تدور قبل النهاء كومفيدرالية افريقية اه بيشارك هوف دوري ابطال افريقيا اه كان بينافس على السوبر المصري يعني كان بيراميدز دايما خلال السنين اللي فاتت كنادي جديد في الساحة الرياضية المصرية بقى له خمس ست سنين بينافس على البطولات بس مقدرش يحقق بطوله فعايز اقول حاجة برضو عشان برضو الناس تبقى يعني ايه في ناس انا عارف بتبقى قاعدة مستنية البيراميدز ما بتحبش بيراميدز اه بيراميدز نادي وصل لمرحلة كويسة جدا من خلال المنافسة على البطولات المختلفة اللي انا حكيتها من شوية فترة زمنية قصيرة يعني بقى له فترة قليلة جدا موجود في الدوري المصري خمس ست سنين دي تعتبر فترة مش كبيرة وقدر ينافس على البطولات وياخد المركز التاني في الدوري مرتين ويلعب كونفيدرالية ويلعب دوري ابطال ويوصل نهاء كونفيدرالية وينافس على بطولة كاس مصر وينافس على السوبر المصري يعني في كذا مناسبة طيب ايه المشكلة في بيراميدز ادارة بيراميدز بتصرف كتير بتصرف ارقام فعايزين ياخدوا بطولة وده حقهم ان هم جايبين احسن لعيبة في مصر واحسن لعيبة اجانب زي ما قبل كده كانوا جايبين كينو وجايبين مش عارف مين اجانب ودلوقتي جايبين رمضان صبح وكان عندهم عبدالله الصعيد وجايبين يعني مجموعة جامدة جدا من اللعيبة المميزة جدا فعايزين ياخدوا بطولة والتارجت بتاعهم مش قادرين يحققوه فاناس هتقولك طيب ما هو بيراميدز يعني مش عارفين ياخدوا بطولة مش مشكلة ده لسه نادي جديد بقى له ست سنين ولا حاجة بس هم عايزين يعملوا كده وبيصرفوا كتير وبيجيبوا لعيبة اسماء عشان يحققوا بطولة طب ايه اللي ناقص لبيراميدز لا في حاجات كتير ناقصة لبيراميدز عشان يحقق بطولة اولا مش عايزة انتقد الادارة والكلام ده لكن عايزة اقول ايه لعيبة بيراميدز لازم يبقى عندها حافز ان هي تاخد بطولة هم ياخدوا بطولة الادارة بتاعة بيراميدز الادارة المصرية اللي هي بيتدير الفريق مثلا ممدوح عيد والناس المسؤولة في نادي بيراميدز مش قادرين يوجدوا الطموح والحافز ان اللعيبة بتاعة بيراميدز تاخد بطولة طب هو يا عم كريم هي لعيبة بيراميدز تقدر تاخد بطولة اه فريق بيراميدز ده بامكانياته باسماء لعبته بقدراته المالية والفنية يقدر ياخد بطولة لكن محدش يطلع يقول لي بيراميدز فاشل نادي فاشل لا بيراميدز مش نادي فاشل بيراميدز نادي كويس جدا وصل لمراحل متقدمة جدا في المنافسة على البطولات المحلية والقرية لكن لسه مش قادر ياخد بطولة خلي بالكم لعيبة بيراميدز ما يزعلوش مني بياخدوا فلوس كتير فممكن الطموح عندهم والحافز مش موجود ان انا اخد بطولة طب انا كده كده باخد المركز التاني بنافس مش عاف ايه وباخد عقدي وباخد فلوس وبكلام ده فلازم يبقى فيه تفكير من ادارة بيراميدز ازاي اوجة الحافز والطموح للعيبة بيراميدز عشان اقدر انافس على او اقدر ااخد بطولة بقى خلاص انا بنافس بس عايز ااخد بطولة تمام تمام ايه بقى اللي هيحصل اليومين دول بعد خسارة بيراميدز نادي بيراميدز خسر خسارة كبيرة من مازينبي ثلاثة صفر وكان بيراميدز النهاردة على الاقل لازم يتعادل عشان يعني يبقى ليه فرصة في الصعود لدور التمانية معاه سانداونز ومعاه نواذيبو الموريتاني فخسارة كبيرة جدا النهاردة رسميا بيراميدز خارج دور الابطال بعد الخسارة النهاردة من مازينبي ثلاثة صفر النهاردة والكلام ده كان يعني مطروح الفترة اللي فاتت انتوا عارفين ان نادي بيراميدز نادي اماراتي بيملكه الوسJapanese سالم الشمسي رجل الاونر يعني بتاع نادي بيراميدز فسامع كده كلام انه هيحصل تغييرات ادارية الادارة المصرية اللي بتدير نادي بيراميدز هيحصل تغييرات خلال الفترة القادمة ممكن هيغيره الناس المسؤولة عن النادي الناس المصريين خلال الفترة القادمة انهما محققوش التارجت اللي هم عايزينه الادارة الاماراتية عايز تاخذ بطولة خرجوا من كاس الربطة خرجوا من كاس مصر خرجوا من بطولة أفريقيا السوبر المصر اتغلبوا بينفسوا في الدوري آه بس لسه يعني لسه الأمور مش مش ماشية زي ما هم عايزين يعني فحيحصل تغييرات إدارية في نادي بيرامدز حيحصل تخفيض لعقود العالية لبعض اللاعبين في نادي بيرامدز حيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الأسماء في نادي بيرامدز مع نهاية الموسم الحالي دي بعض القرارات اللي حيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة في نادي بيرامدز بعد الخسارة النهاردة من مازينبي تلاتة سنة تغييرات إدارية على مستوى الإدارة اللي هي بتدير دلوقتي في مصر إدارة المصرية اللي بتدير تغييرات في أو تخفيض في عقود اللاعبة اللي بعض اللاعبة عندها عقود عالية جدا تالت حاجة الاستغناء عن بعض اللاعبة المهمين في نادي بيرامدز أو الأسماء في نادي بيرامدز تغيير الهيكلة الإدارية وبرضو تغيير بعض اللاعبين في نادي بيرامدز خلال الفترة القادمة لكن مش هيقدروا يعملوا إنهم يستغنوا عن لعبة دلوقتي عشان الموسم شغال خلاص وفترة الانتقالات انتهت فحيستنوا لغاية نهاية الموسم وهيحصل تغييرات كتيرة في نادي بيرامدز المباراة دي تدريبات الزمالك في الجزائر طبعا الزمالك بيغيب عنه بعض اللاعبة سواء للإصابات أو عدم القيد الأفريقي زي مثلا عبدالله السعيد وناصر مهر وسيف جعفر التلاتة دول متأيدين قبل كده مع بيرامدز وفيوتشر فمش موجودين مع الزمالك في الجزائر فيه إصابات كتير في الفريق حنلاقي مثلا إبراهيم أنضاي متعور زياد كمال متعور فيه أكتر من لعيب متعور مش مع عبدالشافي طبعا ربنا يشفير باط صليبي فتوح موجود مع الفرقة في الجزائر بس مش حيلعب إن فتوح بيكمل البرنامج التأهيلي النجوم الزمالك شايفين مدرب البرتغالي للزمالك مركز جدا في مطش الزمالك والأهلي فعايز فتوح يبقى جاهز لمباراة الزمالك والأهلي في نهاية الكاس يوم تمانية مارس فوغدين فتوح معهم يكمل البرنامج العلاجي جوميز النهاردة في المؤتمر الصحفي قال نعلم قوة أبو سليم الليبي لكن مستعدين للمباراة وكاتب إن أحمد فتوح مش حيلعب المطش ده لكن هم بيجهزوه لمباراة الأهلي عمر جابر برضو كابتن الزمالك النهاردة قال نسعى للتتويج بالكونفيدرالية ومستعد للمشاركة في أي مركز مع الزمالك الزمالك بكرة هيلبس اللبس التقليدي بتاعه تشيرت الأبيض وفريق أبو سليم الليبي هيلعب بتشيرت الأزرق كان فيه مشكلة في إزاعة المباراة قالوا إن هم مش هيزيعوا المطش بعدين آخر حاجة الاتحاد الأفريقي الكاف قال أعلن إنه هو المباراة هتكون مزاعة إن شاء الله من خلال القناة لقناة يعني بي أنسبورت القناة القطرية اللي هي بتملك حقوق إزاعة مطشاط البطولات الأفريقية كان فيه مشكلة صغيرة كده قبل برضو الصفر كان شيكابالا غاب عن التدريب الأخير قبل الصفر إلى الجزائر تدريب اللي كان في مصر وكان بيصور أحد الإعلانات وما كانش استأذن من الجهاز الفني كان استأذن من إدارة النادي ففيكتور جوزي جومز مدرب الزمالك زعل والدايق وقال إزاي يعني اللعيب ما يجيش التدريب ومش عارف إيه وما استأذنش من الجهاز الفني يعني واخد على خاطره شوية من شيكابالا جومز فمش عارفين هيبدأ بيه المطش بكرة ولا هو يعني برضو كان مغلط إدارة الزمالك إنه هما ادولوا الإذن إنه هو يصور الإعلانات وما يجيش التدريب ورغم كده هو الراجل خده معاه إلى الجزائر بس ممكن يلعب وممكن ما يلعبش مثلا بحكي لكم موقف يعني جومز كان مدهي من شيكابالا إنه مجيش التدريب اللي هو قبل الصفر على طول والراجل شكله شخصيته قوية وعايز يزبط الفرقة يعني في الموعيد والالتزام والانتزام والحاجات دي ودي حاجة كويسة أجيب طيب خليلي بقى أقول لكم ربطة الأندية المحترفة الكابتن عامل حسين الفترة لفات كنا انتقضنا موضوع توقفات الدوري والأهل ما بلعبش متشاط فالراجل رح حاطت بقى الجدول وأعلنه وأنا شايف إن الجدول كويس يعني يحل الأزمات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت حتقولوني بس الأهل أتضغط وليس لازم يتضغط ما هو الأهل لعب تأجله خمسين ماتش بسبب مشاركاته الخارجية فلازم حيلعب عشان نبقى عندنا المسابقة فيها تكافؤ فرص والفرقة كلها تلعب ماتشاط قريبة من بعض يعني تبقى العدد الماتشاط اللي لعبها مثلا مثلا التحاد السكندري زي ماتشاط للأهل لعبها ما يبقاش الأهل يتأجله ست سبع ماتشاط ومش عارف فرق لعبها 13 ماتش أو لعب ستة فحيبقى فيه ضغط للماتشاط على الأهل ولازم ده يحصل عشان نكمل مسابقتنا بشكل منظم خلال الفترة القادمة ربطة الأندية بتحدد يوم 15 إبريل موعد لمباراة الأهل والزمالك قمة الدوري المصري الأهل والزمالك حيلعبوا مع بعض في الدوري يوم 15 إبريل إن شاء الله بعد رمضان يعني ممكن الماتش ده يبقى في العيد أو بعد العيد مباشرة إن الرمضان هيبدأ 11 مارس هيخلص عشرة مثلا إبريل فآه يعني المباراة دي هتكون بعد العيد مباشرة دي بعض الماتشاط كده المؤجلة اللي هتتلعب خلال الفترة القادمة الأهل مع بلدية المحلة يوم الثلاثة اللي جاي فيه كمان الجونة وبيراميدز دي المواعيد يعني بتاعت الماتشاط المصري ومودرن فيوتشر الزمالك والاتحاد زد والأهلي الأهلي والاتحاد السيراميكا والمصري الإسماعيلي ومودرن فيوتشر المقولين وبيراميدز والزمالك والأهلي دي مواعيد الماتشاط اللي هتتلعب المؤجلة بقى على مدار الفترة القادمة وبعدين فيه مودرن فيوتشر والجونة وبيراميدز وسموحة فارق والأهلي السيراميكا والزمالك الزمالك وفارق والأهلي والدقلية طلع الجيش والأهلي الاهلي وبيراميدز طلع الجيش والزمالك كل دي نزوي ما انتو شايفين المواعيد بقى عشان يعني انتو شايفين المواعيد اهو قدامكو عشان تبقوا عارفين برضو الماتشاط هتتلعب امت مجموعة بيراميدز في دول الأبطال خلاص بيرامدز خرج هو ونوديبه الموريتاني واللي صعد سانداونز بعشر نقط ومازنبي بعشر نقط خلاص يعني بشكل نهائي طبعا لسه بس هنشوف الترتيب النهائي للمجموعة بس مازنبي وسانداونز الاتنين عشر نقط وبيرامدز خلاص خارج المجموعة وخارج دول الأبطال والأهلي زي ما قلتلكوا تسع نقاط في مجموعته في المركز الأول وورا على طول يانج أفريكانز الفرقتين دول صعدوا خلاص لدور التمانية بس هنشوف نتيجة مباراة الأهلي وينج أفريكانز الأخيرة هي اللي تحدد مين الأول والتاني والمباراة عندنا هنا في مصر إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يكسبها برضو كنت لسه من شوية بأكلمكم في موضوع المنتخب إن كابتن حسام حسن عايز لعبة المنتخب يوم 12 مارس وطبعا كابتن عامل حسين رئيس لجنة المسابقات خلاص ما عندوش مفر إن هو الأهلي لازم يلعب ماتشات كتير الفترة الجاية فالأهلي عندو ماتش يوم 12 مارس مع البنك الأهلي بعد ما الأهلي يخلص ماتشه مع الزمالك في نهاية الكاس في السعودية يوم 8 مارس هيرجع الأهلي يلعب مع البنك الأهلي يوم 12 مارس وبعدين يوم 15 مارس مع أمبي في الدولي وفلعبة الأهلي اللي كابتن حسام حسن هيختارها المنتخب مش هتنضم المعسكر المنتخب غير يوم 16 مارس وكابتن حسام حسن عايز يسافر إلى الإمارات يوم 18 وعايز يبدأ المعسكر يوم 12 يوم 13 وعايز يسافر إلى الإمارات يوم 18 مارس لكن طبعا حيشوف الحسابات بتاعته خلال الفترة القادمة كابتن حسام حسن معسكر منتخب مصر على فكرة هيكون في استاد القاهرة يعني تدريبات المنتخب هتكون كلها في استاد القاهرة والمنتخب حيقعد في فندق قريب من استاد القاهرة المعسكر القادم الاتحاد الأفريقي بيحتفل بتاعته للأهلي لدور الثمانية للمرة التامنة أو للعام الثامن على التوالي للمسم الثامن على التوالي الأهلي بيوصل إلى دور الثمانية الأهلي هيستعيد جهود ماروان عطية أمام بلدية المحلة مبارا القادمة أن ماروان كان موقوف النهاردة في ماتش ميدياما الغاني ياسر إبراهيم وكريم ندفد النهاردة تعوروا في ماتش ميدياما أو مبارا حتعوروا في ماتش ميدياما فهيخضعوا للكشف الطبي وبشكل كبير ممكن كريم ندفد وياسر إبراهيم ما يلحقوش ماتش الأهلي والبلدية يوم الثلاثة القادمة هاني سعيد مدير الكورة في نادي بيرامدز بيشن هجوم عنيف على التحكيم في مباراة مازمبي النهاردة وقال أن الاتحاد الأفريقي كان سبب فيه خسارة بيرامدز من مازمبي يورتيتش المدرب الكورواتي البيرامدز قال إن الحكم الغاني زبح بيرامدز أمام مازمبي وتسبب فيه تغيير نتيجة المباراة طيب خلينا بقى نروح للدوري الدوري المصري وبرضه قبل ما نروح للدوري المصري تشكيلة الزمالك بكرة ناس كتير بتسأل عن تشكيلة الزمالك خلي بالكو جومز مدرب الزمالك ملعبش غير مباراة رسمية واحدة للزمالك أمام الإسماعيلي لكن من المباراة دي نقدر يعني نتوقع مع بعض تشكيلة الزمالك يعني طبعا محمد صبحي أعتقد هيكمل في حراسة مرمى الزمالك ناحية الشمال هي المشكلة الباكليفت مين هيلعب باكليفت أعتقد عمر جابر هيلعب ظهير أيصر في مباراة بكرة أمام أبو سليم الليبي ناحية المين ممكن يحط بقى مصطفى الزناري أو حمزة المسلوسي في قلب الدفاع لو حط حمزة المسلوسي ظهير أيمن هيحط في قلب الدفاع عنده حسام عبد المجيد اللي هو اللاعب الفترة اللي فاتت مصطفى الزناري محمود علاء لسه مش عارفين في نص الملعب في نبيل عماد دونج وفي طبعا عبدالله الصعيد مش موجود فهنشوف هيحط مثلا محمد أشرف رؤى وحيحط زيزو في نص الملعب ولا حيحطه جناح في موجودش كبالة في أكتر من في أحمد حمدي لعب الجديد في نادي الزمالك بس أحمد حمدي الفترة اللي فات كان مصاب ولسه ملعبش ولا مباراة مع الزمالك هل حيجازف ويبدأ به المباراة ولا لأ عنده كمان في الخط الهجومي سيفي الجزيري عنده يوسف أوباما فخلينا برضه عشان يعني بصراحة مش عارف بالضبط جمز بيفكر إزاي إن فيه المباراة بتاعة بكرة في أبو سليم الليبي مختلفة عن مباراة الإسماعيلي إن فيه إصابات وفيه غيابات كتيرة فخلينا نشوف بكرة جمز بس الأسماء اللي بقولها دي يعني قلت 12-13 قسم مش هيخرج عنهم تشكلة الزمالك هو بس التوظيف بتاع جمز للعيبة في الملعب بكرة طبعا شوفنا مباراة سيراميكا وبلدية المحلة كانت مباراة ممتعة جدا 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 في بطولة الدوري وانتهت خمسة تلاتة السيراميكا مباراة من أحلى المطشاط في الدولة المصري مباراة ما بين البلدية اللي كان بيلعب على أرضه بلدية المحلة مع سيراميكا ومطش كان حلو جدا مطش فيه رغبة من الفرقتين في الفوز فيه أهداف كتير طبعا فيه أخطاء دفاعية كتير أدام فيه أهداف كتير يبقى فيه أخطاء دفاعية كتير لكن اللي عجبني في المطش إن كل فرقة عايزة تكسب أحمد عبد الرقوف مدرب البلدية ما بيعرفش دافع بيهاجم وبيلعب جيم مفتوح دايما حتى لو إمكانيات الفرقة اللي قدامه أقوى ودي حقيقة وواقع إن فريق سيراميكا إمكانياته كلعيبة وكواليتي أعلى من البلد لكن البلدية لعب مباراة شوجعة جدا وقدر يسجل أهداف في مرمى سيراميكا سيراميكا كمان كابتن أيمان الرمادي من المدربين الهجوميين اللي بيلعب كرة حلوة وكرة هجومية فكت مباراة بصراحة ممتعة وانتهت خمسة ثلاثة لصالح سيراميكا على بلدية المحل بكرة إن شاء الله هفرقكم على المباراة دلوقتي والأهداف لكن بكرة كمان فيه مطشاط في الدوري فيه مطشين فيه مباراة الساعة أربعة ما بين فاركو وطلاع الجيش برضو مباراة كل المنشاط مهمة في الدوري يخلي بالكم إن كل الفرق بتحاول تجمع نقاط فاركو عايز يبعد عن المركز الأخير طلاع الجيش ماشي بشكل بكرة تقم التحكيم في مباراة الاتحاد والبنك الأهلي محمود الدسوقي حكم المباراة شريف عبدالله ونور الدين سعيد مساعدين إن شامل قاضي حكم رابع محمد عباس أبيل والسيد شعبان حكام فار دول تقم التحكيم في المطشين بكرة فاركو مع طلاع الجيش والاتحاد السكنداري مع البنك الأهلي والاتحاد السكنداري بكرة عنده بعض الغيابات المؤثرة زي مثلا ما بولولو مش موجود كان عنده إصابة الفترة اللي فاتت وخالد الغندور برضو كابتن فريق نادي الاتحاد السكنداري مش موجوده شام صلاح الزهير الأيمن يعني بكرة فيه 3-4 غيابات مؤثرة لنادي الاتحاد السكنداري طيب هنطلع فاصل ونرجع نتفرج على مباراة بلدية المحلة والسيراميكا ملخص لمباراة بلدية المحلة والسيراميكا الممتعة اللي انتهت مباراة 5-3 لصالح سيراميكا بعد الفاصل ان شاء الله خلينا نروح نشوف ملخص لمباراة بلدية المحلة والسيراميكا اللي انتهت 5-3 لصالح سيراميكا نشوف كده ونستمتع بالمورة خلينا نشوف كده الجولة اللي تلعبت النهاردة في دوري المحترفين اللي هي المجموعة بتاعت الصعود العشر فرق اللي بيتنفسه على الصعود للدوري الممتاز خلينا نشوف النتائج وبعدين نشوف الأهداف حرص الحدود قدر يكسب بروكسي في مباراة صعبة النهاردة 1-0 بهدف مؤمن عوض وادي ديجلا كمان كسب السكة الحديد 3-1 كان السكة جاسبان 1-0 وقدر وادي ديجلا يعني يرجع للماتشو ويحول التأخر إلى فوز 3-1 ورايا كسب لفيينة 2-1 بيتروجيت كسب طنطة 2-1 وعلى فكرة كده بيتروجيت بيقترب من الصعود للدوري الممتاز غزل المحلة كمان قدر يفوز على القناة 2-0 وبرضه غزل المحلة ماشي بشكل كويس مع الكابتن أحمد عيد عبد الملك دي مباراة حرص الحدود وبروكسي وهدف الفوز لمؤمن عوض كرة خبطت وغارت اتجاهها وقدر حرص الحدود يكسب بروكسي بالهدف اللي احنا شايفينه 1-0 كابتن محمد ميكي مدير الفني وانتصار مهم لحرص الحدود دي مباراة السكة ووالي ديجلا تقدم السكة الحديد بهدف أحمد فوزي في الشوت الأول زي ما انتوا شايفين اهو كرة راح اتلحمة فوزي من كورنر وحطاها في المرمى وتقدم السكة الحديد 1-0 وبعدين في الشوت الثاني او في السوري في الشوت الأول ادر وادي ديجلا يجيب هدف عن طريق علي حسين بدربة رأسية من كورنر علي حسين ده على فكرة من المهاجمين المميزين جدا وبعدين في الشوت الثاني ادر فريق وادي ديجلا انه يتقدم بالهدف الثاني بصوا هدف ادر محمد رزق لاعب وادي ديجلا يحرز الهدف الثاني لودي ديجلا بقت النتيجة 2-1 لعبة السكة اعتمدت على بعض وثابت الكورة فقدر لاعب وادي ديجلا محمد رزق يحرز الهدف الثاني الهدف الثالث لأكرم عبد الربو المهاجم المميز جدا الهدف اللي دفع بيه توليتش مدرب ديجلا في الشوت الثاني قدر أكرم عبد الربو قطع كويس قوي ويحرز الهدف الثالث وتنتهي المباراة 3-1 لصالح وادي ديجلا دي مباراة غزل المحلة والقناة وفوز رجع كده معلش عايز اشوف تاني ضربة الجزاء دي معلش رجع هالي كده تاني ايوة لا ضربة جزاء صحيحة الغزل المحلة طبعا فيها عرقلة واضحة جدا ودخل محمد جابر وقدر يحرز الهدف تقدم هدف الاول حتى في نص الجون وخبطت في رجل حارس القناة وكابتنا احمد عيد عبد الملك بصراحة متقلق مع غزل المحلة وعمل نتائج كويسة جدا وبعدين الهدف الثاني عن طريق عبد ويحيا كورة برضو تعملت سهلة جدا لعبد ويحيا وقدر يحرز الهدف الثاني مئة المتشاط بترجيت كسب طنطة 2-1 ورايا كسب لافيينة 2-1 خلينا اقولك بسرعة كده اتحاد الكورة بيطلب موافقة الاندية على اقامة دوري الـ 32 من بطولة كاس مصر في المنتصف الثاني من شهر مارس يعني اتحاد الكورة عايز الاندية توافق ان هي تلعب متشاط دوري الـ 32 في كاس مصر بدون اللاعبة الدولية في الفترة بتاعة المعسكر المنتخ النهاردة تعملت القرع بتاعة دورة الالعاب الافريقية منتخب الكورة اليد في المجموعة الاولى في دورة الالعاب الافريقية اللي هتقام في غانا في شهر مارس القادم معانا في المجموعة نيجيريا ومالي وتوجو في بطولة دورة الالعاب الافريقية بالنسبة للكورة اليد وخلي بالكو احنا نلعب البطولة دي بمنتخب 2004 منتخب الشباب بتاع كرة اليد مش المنتخب الاول منتخب مصر في الكرة السلة بيفوز على مدغشكر في تاني مطشاط التصفيات الافريقية تصفيات المؤهلة الى بطولة افريقيا كسبنا المباراة الاولى افريقيا الوسطى 76 61 والنهاردة كسبنا المباراة التانية فوزنا على مدغشكر 97 66 حوالي 31 نقطة فرق طبعا سكور كبير لصالح منتخب مصر منتخب مصر بيضم اتنشر لعيب في تصفيات الافريقية الكرة السلة احمد عادل يوسف رفعت وكريم الجزاوي يوسف شحاتة وعمر الجندي سيف هنداوي هيسم كمال احمد ياسر باتريك يوسف انس اسامة عمر طارق خالب عبد الناصر نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا بكرة مباراة مع ساحل العاج الكوديفور بكرة في تصفيات الافريقية المؤهلة الى بطولة امه افريقيا لكرة السلة هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل بقى نجوبنا كابتن حسام حسن وكابتن عمر الحلواني اتكلم في حاجات كتير جدا بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله خلينا نرحب بالكابتن حسام حسن والكابتن عمر الحلوان ازاي كابتن حسين؟ كابتن مصر حبيب الحمد لله تماما حراج طيب رمضان بيقرب كده بيبقى سعيد طبعا اكيد طبعا وانتو السنة اللي فاتح حملين اللقب في دورة المتحدة فكورا علينا ضغوطات السنة دي عايزين نحافظ على اللقب السنة دي عايزين نعمل معسكر عايزين نعمل معسكر تونير تكلمنا مع سوز محمود التوني رئيس القناة اللقب السنة دي جامل عشان انا سامع ان الفرق كلها كله مستعد القنوات والفرق كلها بتاعت المتحدة عاملين مستعدين لنا احنا بالذات يعني انا شايف اللي هي حاجة حلوة جدا احنا ما نتكلمش على اهلي الزمان احنا ما نتكلمش على اهلي الزمان انا متخب ونتكلم على فريل الحياة بطولة السنة الفاتحة كابتا كريم بصراحة يعني من امتع الحاجات اللي احنا عملناها في قناة الحياة وكان حاجة جامد جدا يعني انا كنت مستمتع جدا وكما انت الشركة المتحدة كان عامل منظمة دورة اهواء حلوة يعني حاجة اوروبا حتى الكاميرات والحاجات دي كانت حاجة اوروبا جدا السنة دي نعاز اقولك هتبقى يعني كوية جدا 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 وناس كلها مركزة طبعا مركزين معنا ده اساسي يعني عايزين من برا مصر طيب خلينا يعني عندنا حاجات كتير نتكلم فيها دوري بطولات افريقيا اللي عند هي المشاركة في افريقيا وعايز ابدأ بالاهلي الاهلي ادريا حسام وعمر انه هو يحقق المطلوب رغم ان لسه المستوى مش احسن حاجة لكن في ظل الامكانيات الموجودة دلوقتي ومستوى الفرق المصرية بشكل عام موجود فيها دلوقتي ان هما يكسبوا مدياما في غانا واحد صفرة مطلوب صعب ويضمن الصعود الى دوري التمانية دي قالك الاتحاد الافريقيا قالك ده الموسم التامن على التوالي اللي الاهلي بيصعد فيه دوري التمانية بصة كابتا الكريم انا شايف النادل اهلي اتعامل بمطلوب زكاء النادل اهلي بقال اكتر من 45 يوم ملعبش مطلوب رسمي يعني اخر مطلوب لعب من اسبوع بقاله فترة ملعبش مطلوب بقاله فترة كبيرة جدا ملعبش مطلوب رسمي ودخل على مطلوب افريقيا وفي لعبة كتيرة مش جاهزة وفي لعبة كتيرة كان مع المنتخب ملعبتش وصابت الشناوي الشناوي وديانج وصابت كثيرا النادل اهلي بصراحة المطلوبين اتعامل فيهم زي ما عايز اه مش فنية مش احسن حاجة بس اتعامل بزكاية اتعامل بخبرة مستر كولر تتعامل مع المطلوب بخبرة حتى الاحداث الاخيرة بتاعتناد الاهلي للموضوع الطيارة وجوم قبلها برباشين ساعة ولعبه انا شاف لده زكاء من مستر كولر واللعيبة كان عندها روح وطلعوا من المطلوب لهم عايزينه ايه احنا كنا عايزين تلات نقط تلعب من المطلوب لهم عايزينه وكان لعبة اه ما كانش لادا 100% بس كانت لعبة رجالة حافظت على المطلوب لهم عايزينه فده انا شاف لده نجاح اللي هم دوقتي وصلوا تسع نقط الاداء ما كانش في احسن حالاته هو وصل بشكل راسم هو وصل بشكل راسم بسكس بقى اول ولا تاني مع يانج افريكانز نهاردة يانج افريكانز كسب شباب الوزدار باعصف في صعب فرقة محترمة يعني بس شاف نادل الاهلي ان شاء الله يعمل المطلوب كويس اوي هنا ويكسب المطلوب يبقى اول ويتحطي بقى بعد كده نادل الاهلي في المطلوب الكبيرة بيبقى جامل جدا وما يصعد مرحلة مرحلة بيبدأ يركز ماء في الماء ويكون اللعب حتى جابت الفورما بتاعتها بدنيا وزهنيا وتكتيكيا يعني فانا شايف الاهل المطشين دول اتعامل بهم بزكاية جدا جدا لخبرتنا الاهلي حسام فنيا المطش كان عامل ازاي ما فيش شك طبعا فوز النادي الاهلي غطى على حاجات كتيرة جدا في المباراة بالنسبة للجزء الفني تحديدا لو نتكلم على مرسيل كولر بالشكل العام النادي الاهلي بيصعد لدور التمانية في مسم الثامن على التوالي من خلال دور المجموعات والمسم ده اسهل شوية من الموسم اللي قبل كده يمكن الاهلي كان بيبقى عنده معاناة كبيرة جدا في دور المجموعات رغم انه بياخد البطولة لانه طبعا صاحب النفس الطويل وعنده اهداف وعنده طموحات وعنده سكواد بيقدر يساعده اه عندك غيابات مؤسرة وعندك لعيبة ممكن مش في الفورمة بتاعتها بس انت برضو النادي الاهلي انت بطل افراقيا وبطل الدوري وعندك سكواد كبير جدا وعندك بدل اللعيف في كل مركز اثنين وثلاثة انا بالصراحة يعني ايه يعني انت قلتلي من شوية كولر عنده ضرب على مستوى القيادة الفنية للفريق يعني ايه اه انا شايف انه مش بيدير بافضل شكل الفترة دي مش احسن حاجة في لغبطة كابتن يعني كل شوية نص الملعب مثلا على سبيل المثال كل شوية لعب بلعيب شكل حتى فيه اصابات وفيه رغم انه مفيش اصابات وغياب مراهول عطية لإقابة حتى لو مفيش اصابات ما هو ماتش بولوزداد اللي اختلف ما بين ماتش مدياما مثلا الغاني وماتش بولوزداد بالنسبة لسيستم واسلوب اللعب ولا اي حاجة خالص اختلفت مع العلم ان زي ما عمري قال الرجل اللعب بواقعية كبيرة في غانا لان طبعا الجو الظروف اللي حصلت قبل المباراة وفريق مدياما برضو رغم انه خسر هنا 3-0 ده من نادي الالي لكن فرقة كويسة وشفناها اثناء الجيم لو كان فيه تركيز شوية ولولا تقلق مصطفى شبير كان ممكن المباراة تروح في اتجاه تاني خالص لكن برضو الالي عنده سلبية في حتة اخضار الفرص انا بيجيني فرص كتير قوي في توقتات صعبة برضو فيه رعونة من بعض اللعيبة ما فيش اهتمام شوية من بعض العناصر نفس الشيء اللعيبة اللي هي الركاز الاساسية اللي انت جدت بتعتمد عليها اصبح فيه هبوط في المستوى بتاعهم بشكل كبير وعلى رأسهم محمد عبد المنعم الفترة الاخيرة اخطاءه كترك جدا والمفروض ان ده انت العيب بتبني عليه في ظل ان الشناه مش موجود وعندي مصطفى شبير بدأ ياخد الفترة الاخيرة والمفروض ان ده تديله الثقة من خلال الناس اللي بتلعب قدامه ياسر ابراهيم نقطة ايجابية مميزة جدا في النادي الاهلي بقاله فترة وانتمناله طبعا الشفاء تعور عنده شد في العضل الخلفية نفس الكلام مصطفى شبير يعني انا شايف المباراة اه يعني فنيا مش اعلى حاجة الاهلي عنده قد كده 100 مليون مرة بالعكس انا ما بقوله ان الراجل مش في الحالة الفنية التوب بتاعه انا ما بقلتش منه ولا بالنادي الاهلي بالعكس الاهلي فرقة كبيرة وكلر مدرب جامد جدا بس احنا تعودنا على لفل معين من الراجل فاسوأ واسعب الظروف فالكلام ده مش موجود الفترة الاخيرة مع العلم اللي الناس كلها تقولك اصل الاهلي مش جاهز اصل اللعيبة بعيد طب ما انت كان بالك خمسين يوم كاملين ولا شهرين كاملين بتحضر وبتجاهز واللعيبة المفروضة ان هي بتكون مستعدة بدانيا بشكل كويس احنا النهار ده بنتكلم في مودست بقاله سبع شهور خلاص الاهلي خد قرار مش قادر يجلز المسم القادم مش هيكون يعني اخر مسم ده هو ده كابتل المنطق رغم من كولر عايزه بالزبط هو ده المنطق اللي انا بتكلم عليه ان انا لأ اه عندي سلبيات لكن عندي اجابات مو ميزة ممكن ابني على الفترة اللي جاية لو انا طبعا اكيد ببص على البطر طيب فرقته على وسامب وعلي لعب تلت ساعة او خمسة وعشرين ديئة في بوادر كده نقدر نقول كويس مش كويس واضح ايا انا بس عايزول حاجة بس اللي انا مختلف محسن في موضوع على مثال كولر انا شايف اللي هو تعمل بالمطش بزكاء اوه عارف هو جوه المطبخ بيشوف اللعبة كل يوم وشايف اللعبة بدانية بقاله محاكتر من 45 او 50 يوم ما بلعبوش مطشوت رسمية فانا شايف اللي هو تعمل بالمطش بزكاء حتى لعب لعبة ممكن بقى لفترة ما بتلعبش ازاي نيدفيد وزاي عمر سولاية الدهم والفرصة فانا يعني مختلف معاف دي هو تعامل بزكاء اوه ممكن مكونش الاداء احسن حاجة بس هو زاكي مدارب عنده خبرة ويعرف يطلع من المطش باللوه عايزه يعني اما وسام انا شايف اللي هو لعب مميز جدا شايف اللي هو هيفيد النادل آلي بس ياخد مطشوات يعني المطش الاولان غير التاني غير التاني طبعا مش هنحكم عليه من اول مطش بس هو بوادر مش حكم العظي دي بقى فيه كده بوادر اللي هو العب تحركه انت بتحس ده هو العب مميز ده هو العب مميز واكيد بسبب المشاكل حاصة في النادل آلي الفترة فات في الفراو ده فأكيد تفرجوا عليه مرة واثنين وثلاثة وتفرجوا عليه تحت ضغط وتفرجوا عليه وهو بيلعب قدام جمهور يعني اختاروه ضمن يعني اكتر من ده اقف تختياره ده احسن اختيار بالنسبة لنادل آلي فانشاف اللاعب مميز لعب عنده سيقة لعب عنده ستايل حلو جدا يمشي مع النادل آلي انا اتمنى يبقى فيه توفيق مع وثام ولو فيه توفيق مع وثام لا هيفرم مع النادل آلي كتير جدا حسام كهربا طبعا ما سافرش مع النادل آلي لكن كهربا موجود في النادل شايف ان كهربا هيبقى فترة جاية هيواجه صعوبة في المشاركة في وجود مودست في وجود وثامة وعلي رغم ان كهربا يعني اعتبر هو الافضل ميز طبعا بس حسب وجود نظر بقى في الظروف دي الفنية المتاحة بالنسبة للفرقة على مستوى البوزيشن بتاعه لا كهربا رقم واحد في النادل آلي وده غصبا عن كولر يعني حتى لو ممكن الراجل مثلا زعل منه في حاجة معينة ليه علاقة بالموقف الأخير انه هو ما سافرش لكن كهربا لعيب مؤثر والميزة اللي عنده كهربا انه هو كماشية لعيب موجود في النادل آلي مختلف عن كل اللعيب اللي موجودة حواليه سواء مودست او حتى وسامة أبو علي يعني ستايل بتاعهم في حتة البوكسة او الثمانتاشر مختلفة تماما كهربا عنده خبرات كبيرة معدلات تهديفية عالية جدا ساهم مع النادل آلي في تحقيق دوري ودورة أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت ولعب كاس عالم وكان مميز وقدم مستوىات كويسة فكهربا اكيد لعيب لا غنى عنه ويبقى مش من الزكاء ان مرسيل كولر يخسر لعيب زي كهربا الفترة اللي جاي انا اخد منه اللي انا عايزه لحد ما اقدر ان انا جيب حد قوي اقدر اعتمد عليه وما بقاش بقى معلق نفسي في الجزئية دي بلعيب بعينه يعني فهو ده اللي المفروض يعمله ويبدأ ياخد بقى وسامة أبو علي الفترة اللي جاي بشكل كويس طيب الاهلي عنده ماتش مع يانجي أفريكنز يومي 2 مارس الماتش ده هيحدد اول وتاني هو هو يانجي أفريكنز طبعا احنا الاهلي 9 نقط وينجي أفريكنز 8 فطبعا يهمنا الاهلي بأول طبعا عشان في دولة 8 يلعب ماتش العودة على ارضه تماما الناس عملا تقول تحصيل حاصل وخلاص الاهلي صعد لكن اعتقد ان برضو الماتش ده ليه اهمية في ترتيب الاول والتاني في المجموعة انا شايف ماتش مهم جدا ده من اهم الماتشات المجموعة ده يفرق مع الاهلي اتبع عليه حاجات كتير جدا لا والنادي الاهلي برضو مش ده فكرة وفكرة اللعبة وفكرة المدير الفني اللي هو تحصيل حاصل بالعكس اللي عايز يكسب هنا وعايز يخلي اللعبة تبقى فيها ويخلي اللعبة تبقى في الفورمة يعني ماتش مهم جدا لا انا مش معال بيقول كده انا شايف الماتش مهم جدا وتلاقي لعبة مركزة 100% عسام الاهلي بيعرف يلعب في الدور يلعب في دور الأبطال ويلعب مثلا سوبر كاس علام أندية هو عنده سكواد كبير يقدر يسمح له ان هو يشتغل بالشكل ده وهي دي الجزئية اللي انا كنت باستهدفها في كلامي بالنسبة لكولر يعني انا متفق مع عمر ان كولر مدرب كبير وقلت الكلام ده مش بقلل منه بل بالعكس انا شايف بس طريقة التعامل هو بدأ يخسر لعبة كتير الفترة الاخيرة لكن الاهلي طبعا فرقة كبيرة ويقدر ان هو يعدي بالظروف دي بشكل كويس واكيد مباراة ينجي أفريكنز مباراة مهمة يعني بالنسبة طيب طولي على بيرامدز ونهاردة يعني بيرامدز كان لازم النهاردة يتعدل أو يكسب عشان يكمل في دور الأبطال لكن فوجئنا به هزيمة كبيرة 3-0 ممكن كابتن هاني سعيد ويوتيتش اللي هو مدرب الكرواتي الجديد لبيرامدز حملوا الهزيمة دي على حكم المباراة الجاني النهاردة لحكم المطر انا بالنسبة لي طبعا بيرامدز كيان ومنظومة قوية جدا وسكواد ولعيبة على أعلى مستوى لكن علامة استفهام كبيرة بالنسبة لفريق بيرامدز مش اتكلم على الإدارة لأن الإدارة موفرة كل حاجة انا الدوافع بتاعتي كلعيب فين انا بقالي 3-4 سنين بقول ان انا بحارب وبشتغل عشان اقدر ان انا حقق بطولة ما قدرتش حقق بطولة متاحة للناس كلها زي بطولة كاس الرابطة وبخرج دايما باستمرار من الادوار التمهدية بالنسبة لها نفس الكلام البطولات الاخرى كاس مصر اتحقق لي او توفر لي فرصة مباراة الصور بعد اعتذار نادي الزمالك ان انا اكون موجود برضو ما قدرتش ان انا حقق بطولة ودي ما بتجيش باستمرار لكن بيرامدز فنيا لا بقاله فترة كبيرة عنده مشكلة وبدليل رحيل باتشيكو ثم بعد ذلك في بطولة افريقيا تحديدا لو حضراك تفتكر كنت انا وحضراك وعمر اتكلمنا في اول البطولة وقلنا ان بالظروف وبالصعوبة دي هيبقى الامور مش افضل حاجة ان بيرامدز يقدر يكمل بالشكل اللي الناس كلها منتظره وبالتالي انا شايف ان الهزيمة بالاداء وبالمستوى وبالغيابات اللي موجودة والاصابات المؤثرة وفكر مدرب جديد لسه برضو ما عندهش الانطبعات الافريقية بالنسبة لبيرامدز واول تجربة ليهم على مستوى دورة ابطالة افريقيا اعتقد ان دي ممكن تخليهم يكتسبوا خبرات للفترة اللي جاء لكن لو اشتغلوا بالنمط ده امرهم محققوا بتوه على مستوى الادارة وعلى مستوى اللعيبة وعلى مستوى العقود يعني جات لي معلومات كده ان هيحصل تفويرة كده في نادي بيرامدز انا عايز اقول حاجة بس عايز اقول لما ناس بتتكلم بتقول نادي ما عندوش ازاي لم النوع بتاعته حاس اللي هو تاية حاس ده مش ده بيرامدز اللي احنا يعني عارفينه في الدار المصري بلعبته بالمصاريف دي كلها فابين اول هو تاية ابين اول هو في افريقيا لسه مش عارف الاجواء بالزبط فانا شاف حتى كمان مستر باتشيكو مش دي غلطة شاف لها غلطة من الدارة لازم نكمل حافظ لعبته لعبته حافظته طريقة لعبه ولعبه رحيل عبدالله السيد طبعا وبين اول كابتن نهاردة حتى الفرس قليلة جدا مفيش رقم عشر مفيش تنظيم لعب زمى مفيش ليدر مفيش كابتن فرقة حتى مفيش الكار السابتة حتى عندوه من نهاردة مش احسن حاجات فانا شاف اللي نادي برمز لازم نعيد حساباته ولاز حتى كمان المدرب الكرواتي معندوش الخبرة يعني تحسس هو تاية تاية كابتن حتى بتدير الماضش حتى مش حاف اللعيبة لسه لسه بقى له اسبوع عشر تيام فش حافز سيستم النادي فانا شاف اللي دي كانت اكبر غلطة لو ما ماشي باتشيكو وجابه المدرب وكمان شاف ان رحيل كابتن محمود فتحالة برضو في التوقيت ده مش صح هو باتشيكو كابتن محمود فتحالة مفروض ما كانش يمش يعني حتى لو باتشيكو مشه محمود فتحالة يكمل ان محمود فتحالة عارف الفرق حتى لو فيه مدرب بديد يقدر يدينه المعلومات عن اللعيبة يعني بتدير بالسنة يعني مدير فن يشتغل من اول يوم لاخر يوم واخر السنة يحسبه انت عملت ايه ومعملتش ايه والحاجات دي كلها فانا شاف اللي دي كانت اكبر غلطة طيب هنطلع فصل ونرجع نتكلم على الزمالك في مباراته بكرة امام ابو سليم الليبي والزمالك يعني خلاص ده من الصعود عنده عشر نقط للعب ابو سليم الليبي برضو اللي في المركز التاني بتسعى النقط بس الماضش مهم عشان ترتيب المجموعة طبعا فالزمالك ان شاء الله يعني على الاقل ما يتعادل على الاقل ان شاء الله يكسب بس ما يخسرش عشان نحافظ على وجود الزمالك في المركز الاول في المجموعة بعد الفاصل هنتوقع التشكيل وطريقة اللعبة مع كابتن حساب حسن وكابتن عمر الحلواني بعد الفاصل ان شاء الله خلينا بقى نروح للزمالك ونشوف توقعات عمر الحلواني وحسام حسن للزمالك بكرة مع ابو سليم الليبي المباراة في الجزائر وان شاء الله المباراة هتكون الساعة ستة بتوقيت القاهرة بإذن الله والمباراة هتزاع من خلال القنوات اللي تملك حقوق نقل بطولات الأفريقية حسام الزمالك شايفه ازاي بكرة وعنده إصابات وعنده غيابات الزمالك طبعا دعم نفسه بشكل قوي جدا في شهر يناير بعد انهاء أزمة القيد ظهر بشكل نوعا ما مقبول في المباراة بتاعت الإسماعيلي لكن برضو مش مكياس مقارنة بالصفقات الكبيرة واللعابة التقيلة اللي جات الفرقة لسه برضو الموديل الفني مش بين الملامح بتاعته بس راجل واعد يعني أنا شايف ان هو فكره كويس تغيراته حضرة بيقرأ الجيم كويس جدا عمل تشكيل كويس قوي قدام الإسماعيلي رغم أن المباراة عموما سواء من الإسماعيلي أو الزمالك ما طلعتش بالمستوى اللي احنا كنا منتظره الزمالك كان أحسن عشان كان عنده فرص كتير يعني يمكن سيف الدين الجزيني ما كانش موفق لما نزل عمل يعني أداء كويس جدا وأعتقد الزمالك على مستوى أفراقيا في البطولة ماشي كويس متصدر المباراة بالنسباله زي ما حراج قلت قبل الفاصل يعني ممكن أنه لو خد نقطة من التعادل تحسم صعوده كأول مجموعة ودي تفرق معاه كتير جدا الفترة اللي جاية لكن أنا عندي بس تعقيب صغير أن الزمالك حتة الصفاقات هو ركز على منطقة معينة وعنده مشاكل كتير أو في الجزء اللي قدام يعني أنا برضو ما جد دام ولا الورا لا اللي قدام برضو وحتى اللي وراء سواس انترباكات بس احنا بكلم في حدود المتاح الحتة اللي قدام كان محتاجة تدعمات أكتر من كده يعني كنت محتاج مهاجم تاني مع ناصر منسي ومع سيف الدين الجزيري لأن الاتنين ستايل واحد من الجاري وكانت محتاج حد صندوق يلعب في التمنتاشر الكرات العرضية بقى مميز من خلالها بالذات أن انت بتلعب في ضهرهم أوباما عبدالله السعيد شيكابالة زيزو الناس بتوصل على المرمى وبيحبوا الكرة على الأرض أكتر كتير طبعا من الفترة اللي فاتت على الورق لكن لسه مشوفناش ده على أرض الواقع عم نتزة مالك بكرة أنا شايف نتزة مالك هيركز الماتش بكرة ماتش بهم جدا بالنسبة نتزة مالك هيحطه في أول المقدمة شايف نتزة مالك الماتش اللي اسمعيلي آه عمل ماتش كويس بس النتيجة هي يعني التعادل هي اللي خلت الدنيا مش في أحسن حالات شايف اللي بكرة الخواجة بل اللي هو مركز جدا هو بيحب يلعب كرة على الأرض عشان كده محمد صبحي هو اللي بدأ الماتش بيحب يلعب كرة على الأرض بلد أب من تحت شايف اللي بكرة فيه تغييرات هتحصل بكرة ممكن مصطفى شلبي يبدأ الماتش ممكن عبدالله سعيد يبقى رقم عشرة لا عبدالله سعيد مش موجود مش موجود يبقى أوباما هو اللي هيبقى موجود هيلعب أوباما عبدالله سعيد ممكنش كبالة ما يبقاش موجود خالص في البرامدز مش هلعب في الزمالك مش موجود مع الزمالك انا شاف العمر جابل زي ما هو يبقى باكليفت والمسلول هيرجع المسلولة هيتطلع باكرايت وهي حسام وحسام عبد المجيد حسام عبد المجيد وياسر حمد ممكن يبدأ برضه بكرة انا شاف للتشكيل ده لو تلعب الزمالك هيبقى فاية جدا انا شاف الزمالك الصفقات بتاعته لعبة هيلة لعبة عندها خبرات لعبة وقت الجد هتلاقيها يعني بتديلك عشرة من عشرة الخبرات الزمالك اعلى من فريق ابو اسليم الليبي رغم ان فريق ابو اسليم ماشي بشكل كويس وجايب تسعة نقط والزمالك عشرة فبرضه يعني هم خلاص بيعدوا عن سكرادة والسوار يعني هم خلاص هم الفريتين اللي هيصعود بس دلوقتي التنافس على مين اللي هياخد صدرت المجموعة انا شاف المدرب مدرب كوي جدا شاف المدرب يعني عايزي العكورة بس لسه ملحقناش البطولة دي لو الزمالك كاسي بكرة ممكن بالنسبة كبيرة جدا ياخد البطولة دي يعني هو اكتر فرقة فائقة واكتر فرقة لعب خبراتي طيب خانينا برضو ناخد موقف برضو مودرن فيوتشار سريعا مودرن فيوتشار في مجموعته برضو ماشي كويس يا حسام اتحاد العاصمة الجزائري في المركز الاول عشر نقط ومودرن فيوتشار سبعة في المركز التاني بعديهم بقى الهلال الليبي وسوفر سبورت يونايتد الجنوب افريكي اللي فيوتشار رحيلعبه بكرة فبرضو لو فيوتشار يتعادل بس بكرة خلاص ضمن الصعود يعني زي محرك قلت فيوتشار ماشي في شكل كويس جدا من اول البطولة اول مشاركة ليهم السنة دي يعني انا شايف بس مشكلة فيوتشار بتغيير المدربين الفترة الاخيرة مستر فورماسينيو بعد كده كابتن حسام حسن بعد كده كابتن تامر مصطفى فالفكر الفني متلغبط شوية عند اللعيبة وفيه غيابات وفيه لعيبة مشيت وده ظهر عليهم في بطولة الدوري بالنسبة للنتائج لكن كابتن تامر مدرب كبير ويقدر من خلال خبرات بتاعته يقدر نوى يجهز في ريئته بشكل كويس واعتقد ان هم الاقرب ان شاء الله بإذن الله بكرة في المباراة ونتمنى لهم اكيد التوفيق ان شايف موتش صعب جدا صعب جدا سوبر سبورت نلعبته قدامها سوبر سبورت هيحاربه عشان لو كذبه حيبقوا ست نقط يقربه يقربه من فيوتشار اللي عنده سبع قبلك كابتن لعبته قدام سوبر سبورت ثلاث مرات في جنوب أفريكا الملعب بتاعهم صغير طول الوقت النادي ده بيتدور على اللعب اللي هي لعبة كورة وطبعا جنوب أفريكا كلها معروفة اللي هي بيلعبه كورة انا شايف الموتش صعب جدا على مودر نشويتشار فلو تعادله يعني يبقى مكسب ليه تعادله كويس جدا جدا بس انا عارف ومتأكد لسوبر سبورت فرقة بتلعب كورة يعني طيب خلني بقى بسرعة عشان الوقت بيخلص ااخد توقعاتكو الماتشات الدوري الجولة الاربعتاشر اللي هتبدأ بكرا ان شاء الله وكان شوفنا ماتش السراميكا والبلدية المحل اللي انتهى خمسة ثلاثة لصالح السراميكا بكرا فارقه مع طلاع الجيش في ملعب فارقه واستاذ المكسب حرص الحدود طلاع الجيش طلاع الجيش اه قرب المكسب طلاع الجيش الاتحاد والبنك الاعلي في سارة سكندرية بكرا الساحة سابعة تعادل الاتحاد السكندرية اه يوم الاتنين الجونة والاسماعيلي اسماعيلي اسماعيلي في الجونة اسماعيلي زد و امبي استاذ القائرة في ملعب زد امبي المقوي العرب والمصري المصري المقوي العرب يوم التلات ماتش الاهلي وبلدية المحل المباراة مؤجلة الاهلي الاهلي طبعا الخميس تسعة وعشرين الزمالك والداخلية الزمالك الزمالك وسموحة فيوتشور تعادل سموحة سموحة يعني انتو مختلفين في شوية حاجات بس الاغلبية متفقين عامري يمكن بيختار امبي بقى هو لا لا امبي مش قريس امبي اقول ايوة لا مش قصري انت برضو بيبقى فيه عاطفة طبعا طبعا بس انت لعبت في امبي هو لعب في المصري مش حدوط لع تقول ايه لا والله لو امبي لو امبي ماشي وحش هقول امبي ماشي وحش لا والله هقول لا بالعكس مصري ماشي كويس ماشي كويس كابتال امبي عامل موسم السنة دي بصراحة والمقاولين المقاولين كمان ظروفه مش افضل حاجة المصري في فترة الاخيرة معزوط حاجة مرضو كريم سيد ياسين اللي مسك امبي طبعا رجل مدرب واعد وابني لدي امبي بقى لو 30 سنة امبي يعني كان مدرب معنا بقاله اكتر من 10 سنين فخدر خبرات طبعا لا لا هو مدرب كبير كابتال امبي مدرب كبير بس ياخد الفرصة وان شاء الله يحط امبي في حتة وعمل سياسة ان هما بيعتمد على قطاع النشئين وبيستثمروا وكمان اشتروا في لعيبة ونكحين في كده لو كابتال امبي عنده شخصية عنده فكر امبي اول دور دلوقت امبي اول دور دلوقت طبعا لسه في فرق لها مطشط مؤجلة كتير لا انا شاف الامبي حتى ساد امبي مدرب واحد يعني عنده فكر حتى في الخطط بتاعته وعنده اكتر مقبع حتى في الكوتش يعافي يتكلم كويس جدا يعني مدير فني هيبقى واعت دور المصر ان شاء الله من الناس اللي طوف جمه ان شاء الله بشكرك احسام شكرك عمر استعدوا بقى عشان رمضان قرب لنكسب الدورة للمسلم التالي عزين معسكر كبير برا مصر كده ان شاء الله ان شاء الله تزبط القصة دي مع دارة القناة شكرك احسام بشكرك عمر بشكرك دايما التوفيق بستمتع معاكو جدا بشكر كل المشاهدين وكل طاقم العمل ونتقابل على خير بكرة ان شاء الله اشتركوا في القناة